على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن ظل الرئيس علي عبدالله صالح يعمل على الوصول باليمن لفضاء ديمقراطي من خلال الممارسة الفعلية لها وظلت تتنامى يوما بعد آخر وخطوة بخطوة لتترسخ قيمها ومبادئها وأهدافها في حياتنا اليومية لتصبح نهجا وممارسة طبيعية وثابتة في حياة كل إنسان يمني ومعلما حضاريا وثقافيا متجددا وأداة فعالة للتداول السلمي للسلطة لبناء المجتمع اليمني الحديث لم يكن ذلك ليتحقق إلا بعد مراحل كثيرة دأب عليها الرئيس علي عبدالله صالح طيلة فترة حكمه وسعيه لترسيخ مشروعه السياسي في بناء اليمن عبر العمل على تجسيد مبدأ الشعب مالك السلطة ومسطرها من خلال إشراكه في صناعة واتخاذ القرار واختيار من يمثله في الحكم سواء أكان ذلك عبر الحوار الوطني وإشراكه مختلف القوى السياسية في صياغة الميثاق الوطني وتأسيس المؤتمر الشعبي العام في شمال الوطن سابقا كإطار سياسي يمني جامع لكل القوى السياسية التي كانت تمارس عملها في إطار قبية سرية محتويا بذلك المختلفين ومنهيا بذلك الخوف من الهزبية المحرمة ومجسدا بذلك مبدأ الشراكة الوطنية والقبول بالآخر ورفض الإقصاء والتهميش قبل أن يمتد مشروعه إلى البدء في تكوين المؤسسات الديمقراطية البرلمانية والشوروية التي بدأت في شمال الوطن بانتخاب مجلس الشورى عام 1988 لتمتد أيضا بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية إلى انتهاج نظام التعددية السياسية والحزبية والنظام الديمقراطي القائم على انتخاب الشعبي لحكامه وممثل في البرلمان فتكون أول مجلس نواب منتخب لليمن الموحد عام 1993 في العام نفسه تم تشكل مجلس شورى كغرفة تشريعية أخرى وشكلت إلى جانب مجلس النواب مؤسستين رقابيتين على أداء الحكومة وعملها وصولا إلى إحداث تعديلات دستورية تم بموجبها انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب في انتخابات تنافسية كانت أولاها العام 1999 والثانية عام 2006 ومرورا بالتأصيل الدستوري والقانوني للحكم المحلي ومنح الشعب المزيد من الصلاحيات في انتخاب ممثله حبر المجالس المحلي ثم بانتخابات محافظية المحافظات التي مثلت أول تجربة من نوعها في المنطقة العربية ما جعل الجمهورية اليمنية محط انتباه العالمي ومثار الاهتمام الإقليمي والدولي سيما وقد انتظمت مواعد إجراء تلك الانتخابات التي احتكمت فيه القوى السياسية إلى إيرادة الشعب تحقيقا لهدف الديمقراطية بتمكين الشعبي من حكم نفسه بنفسه عبر وسائل كفلها الدستور وحددها القانون وضمانا للمشاركة السياسية الواعية في صوق الحياة اليمنية الجديدة لم يقف الأمر عند ذلك فقد شهد حكم الرئيس علي عبدالله صالح لليمن ولأول مرة منح المرأة حقوقها في مختلف المجالات وفي المقدمة حقها في المشاركة السياسية فأصبحت تتبوأ المناصب في مختلف المؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وأضحت برلمانية ووزيرة وسفيرة وانخرطت مساهمة في بناء الوطني في مختلف المجالات ومضى علي عبدالله صالح في استكمال مصفوفة مشروعه السياسي في بناء الوطن عبر تعزيز وتأصيل دستوري وقانوني ضامن لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والصحافة وإتاحة المجال أمام منظمة المجتمع المدني في عملية البناء والمشاركة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتنموية وشهدت حرية التعبير والصحافة وعمل منظمة المجتمع المدني تطورا غير مسبوق في عهد الرئيس علي عبدالله صالح الذي ظل يؤكد أن حماية الديمقراطية لا يكون إلا بمزيد من الديمقراطية وإتاحة المجال لناس للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم وموارسة حقوقهم في النقدي للسلطة اشتركوا في القناة